في الاثنين معا حزب الله لم يستطع لغاية تاريخه لغاية الجولة الخامسة من الانتخابات من تأمين لا 86 نائبا ولا ايضا 65 نائبا وإلا لا كان حافظ على النصاب وأمن النصاب وانتخب رئيسا محابيا له أو من يرشحه حزب الله عجزة عن تأمين موافقة التيار العوني وتيار جبران بسيل بتأييد أي مرشح يختاره لسيما منهم المرشح سلمان فرنجي الذي يرفض لغاية تاريخه التيار العوني من التصويت له وبالتالي من بعد أن كان جبران بسيل وبعض نواب جبران بسيل قد هددوا بهجر الورقة البيضاء باجتماعهم يوم السلساء أول من أمس عاد اليوم باتصال من حسن نصر الله مع جبران بسيل عادوا إلى الموافقة على الاستمرار بالتصويت إلى الورقة البيضاء باستثناء نائبين من هذه الكتلة ذهب منهم صوته إلى زياد بارود والآخر إلى زياد حايك وبالتالي هناك جو ضمن التيار العوني برئاسة جبران بسيل من أن يهجر بعض النواب ولسيما منهم بعض النواب غير الموافقين مع جبران بسيل على ربط الانتخابات بشروطه وربط الانتخابات بزعامة جبران بسيل وما يشترط على هؤلاء النواب وهناك صراع داخلي ضمن هذه الكتلة للتصويت لشخص ما من ضمن الكتلة أو من خارج الكتلة وعدم الانصياع لجبران بسيل إنما حزب الله لم يستطع تأمين لا 86 نائبا ولا حتى 65 نائبا وهذا هو جوهر الانسحاب الذي يتكرر كل مرة من قبل نواب حزب الله وحركة أمل وأسلمين فرنجي والتيار الوطني الحر أما في الجهة المقابلة هناك أيضا تضعضع يتمثل بالنواب الجدد الذين ساعة يصوتون للبنان الجديد أو لأجل لبنان أو بورقة للخطة باء وهذا التضعضع ناتج عن عدم توحد الكلمة في صفوف المعارضة بالرغم من أنه إذا تم توحيد الكلمة يمكن لمرشح المعارضة أن ينال 67 صوتا أكثر من 65 صوتا إلا إذا عاد نواب حزب الله وحركة أمل والتيار العوني وانسحبوا من الجلسة أنها جميع الاستفتاءات كلها ما زالت افتراضات دكتور رئيس إلى هذه اللحظة لم يطبق منها شيء على أرض الواقع سوى فشل التصويت فقط داخل قبة أو تحت قبة البرلمان وبالتالي هل يمكن بالفعل الآن إذا ما تم تجاوز هذه النقطة وتم انتخاب رئيس للجمهورية أن يتعامل مع حكومة قائمة مؤقتة تسير فقط الأعمال يعني يظل الوضع قائم في لبنان مرتبك ومشكلة مركبة الحكومة المستئلة بمجرد أن ينتخب رئيس للجمهورية تعتبر مستقيلة نهائيا وهي أصلا تصرف الأعمال وليست بحكومة كاملة الصلاحيات إنما انتخاب رئيس جمهورية في لبنان لم يعد أمرا داخليا بحتا هناك قوى إقليمية تمنع انتخاب رئيس جمهورية في لبنان إن إيران وحكم الملالي في طهران ينتظر التوافق مع الولايات المتحدة مع إدارة جو بايدن أولا لعودة إلى طورة المفاوضات في فيينا ومن ثم الاتفاق على التفاصيل وكانت إيران قد دعمت حزب الله وأعطته الضوء الأخضر وسياسة ميشيل عون لإجراء الترسيم بين الأبنان وإسرائيل إنما عندما وصل الأمر لانتخاب رئيس بالداخل رئيس جمهورية للبنان طلبت إيران التمهل حتى أن تنتهي الانتخابات النصفية في أمريكا وتبيان من الفائز بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وأيضا إعطاء الفرصة لاتفاق آخر من تحت الطاولة ما بين الإدارة الأمريكية وإيران وحينها كما جرى في العام 2016 بانتخاب ميشيل عون تأتي الفرصة المناسبة لإعادة انتخاب رئيس وهنا حزب الله يطرح التوافق إنما أي توافق يطرح التوافق على أساس أن رئيس الجمهورية يجب أن يبقى لحزب الله ولمحور الممانعة والتوافق يطم على الحكومة وعلى رئيس الحكومة وعلى توزيع الوزارات وعلى تسبيل الوزارات ومن يكسر هذه القاعدة؟ من يكسر هذه القاعدة دكتور رئيف؟ ما الذي تغير في لبنان بعد هذه الانتخابات؟ أمران نواب جدد ونهاية عهد ميشيل عون ما الجديد؟ يظل البلد في فراغ سياسي وفراغ رئاسي؟ نعم هناك فراغ سياسي ولا يمكن للداخل فقط لوحده أن يكسر هذه المعادلة لأن هذه المعادلة ناتجة عن عجز حزب الله عن إدارة شؤون البلد وانتخاب رئيس الجمهورية كما أنه هناك عجز بالمقابل من تأمين 86 نائب أو 65 نائب بظل هذا الفراغ وبظل أحكام الدستور غير الواضحة والمتسمة بالتناقض وأحيانا بالغموض وبالنقص وبالتالي هناك في لبنان تأثير كبير للخارج على أمريكا وعلى الغرب عامة وفرنسا حسم أمورهم مع إيران مدامهم لا يؤيدون الثورة الإيرانية والانتفاضة الشعبية في إيران ويستمرون في ممالأة إيران تستمر إيران بالمقابل بفرط شروطها على جميع المنطقة ومنها على لبنان ترجمة نانسي قنقر